ختماً ولأن الجزائر موطن الإبداع والمبدعين ولأن الشعر زرع ريحانته بأرض شهداء تعود من جديد الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بالتعاون مع قناة النهار تيفي إلى استقبال شعراء عرب من تونس مصر موريطانيا في طواف شعري جديد تابع المزيد مع عبد الرزاق بالحاج وطارق مانا ولأن الجزائر بلد الثقافة والمثقفين وأرض خصبة لكل ذي إبداع مجدداً قناة النهار والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ينظمان جولات شعرية في عدد من ولايات الوطن لضيوف الجزائر الثلاث من البلدان الشقيقة تونس مصر وموريطانيا خيرة شعراء البلدان الشقيقة في طواف شعري يدوم ستة أيام كاملة لكل من التونسي صاحب وسامة الاستحقاق الثقافي والميكروفون الذهبي وصاحب رائعة عصفور من حبر الشاعر منصف المزغني فوجدت في عينها الدموع ووجدت في قلبها المفجوع لحن الأسهل ومن مصر صاحب رائعة الطريق السهل مقفول وأحزان شاعر قروي المهندس عزة الطيري ومسح البلاطي وإعداد سم الصباح وسم المسائي وتأديب جيرانك السيئين وتهزيب أطفالك المارقين ومن موريطانيا صاحب الجائزة التقديرية للإذاعة والتلفزيون سيدي ولد الأمجد استجمع قواك يا حليمة والدخر الدموع في عينيك هو طواف شعري وجسر تواصل أدبي تفتحه الجزائر من جديد وترعاه قناة التمييز النهار بالشراكة مع وكالة الإشراع الثقافي لنقول للعالم أجمع أن أرض الشهداء أرض الشعري والشعراء ويبقى صوت الحال بلاد العرب أوضاني